بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله رح نحكي عن الخبرزميات الجنية في مساق الذكاء الاصطناعي فعليا احنا الاشياء اللي احنا رح نغطيها في هذه المحاضرة انه رح نحكي عن مقدمة تمام وراح نحكي انه هل فعلا انه التطور ممكن يكون انه تطور بشكل ذكي ولا لا وراح نحكي عن انه كيف ممكن ان احنا نحكي التطور في الطبيعة تمام وكيف ان احنا ممكن نستخدمه في حد المشاكل حنشوف ايش هي الخطوات تبعات الجينيتيك الالجوريثمز وحنشوف انه يعني في محاضرة لاحقا ان شاء الله الكيس استادي طيب الان نجاوب على السؤال انه هل الافولوشن ممكن يكون انه المقصود هنا بالتطور اللي هو التطور اللي بيحصل في الطبيعة التطور اللي بيحصل في الطبيعة يعني على سبيل المثال انه كائن معين انه هو ممكن يتكيف مع البيئة اللي هو موجود فيها بطريقة معينة عشان انه يستمر في الحياة وانه انه سيرفايف فهذه شغلة كتير مهمة في الانتليجنس لانه الانتليجنس هنا بالناليجن عارفه انه هاي فيه له تعريف تاني غير عن تعريف تابع الانت يورينج اللي احنا عرفناه في البداية انه الانتليجنس can be defined as the capability of a system to adopt its behavior to ever changing environment او بمعنى اخر انه هي مقدرة نظام معين انه هو يتكيف مع يعني يكيف سلوكه مع البيئة متغيرة تمام بحيث انه هو يعمل سيرفايف الان التحسين اللي بيصير اللي هو التطور هو عبارة عن عملية التحسين تمام انه بيصير بشكل متكرر تمام بحيث انه بيصير انا عندي تحسين لجودة الحلول اللي موجودة عندي لغاية لما اصل لأفضل حل تمام او على الاقل الحل الاقل تكلفة او اكثر جدوى تمام وانه انا اصير انه انا استخدمه فالفكرة في الموضوع انه هنا انه بيصير عملية التحسين بتصير بشكل متكرر بشكل اتريتف معنى ذلك انه انا مش راح اوجد الحل بخطوة واحدة طبعا انا القناة هذا بدي ارجع لكم لالاوتلاين تبع الكورس انه احنا احكينا انه في الباب الثاني اذكركم في الموضوع انه انا نعمل سولف لالبروبلم باستخدام سيرش الالجورثم طلابا اطلعت على الاوتلاين تبع الكورس في نها في هذا الباب كان سيرش الالجورثم انه الموضوع انه فكرة في الموضوع انه انا بدي احور الباب طبيعتي لالسيرش الالجورثم مدام انه انت قدر تتحولها لسيرش بروبليم فبالتالي انه بتقدم نعملها سولف باستخدام السيرش والبروبليم سولفين هي صفة من صفات الانتليجنس انه انا عندي القدرة على التفكير وعلى التعلم عشان ايش عشان احي المشاكل ونفس الشي بالنسبة للجينيتيك الالجورثمز احنا خلصنا هاي الاجزاء كلها تمام فبدا نحكي هنا في هذا الباب على الجينيتيك الالجورثمز الجينيتيك الالجورثمز انه الفكرة الاساسية تبعتها انه انا بدي احاول اعمل بصيغة بتحاكي التطور اللي في الطبيعة فبالتالي انا مقدر استخدم الخورزميات الجينية لحل هاي المشكلة فبالتالي انه برضو كذلك نفس الشي انه بروبليم سولفينغ تمام الارغانزم هذا او العضو هذا انه بينجو اذا كان في عنده القدرة انه هو يقدر انه يتعلم او يتكيف مع التغيرات اللي موجودة في البيئة ويه اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انه هو تكيف مع البيئة اي صورته بهذا الشكل تمام تكيف مع البيئة وصار انه هو طور الخطوط بهذا الشكل بحيث انه هو يعمل تمويه للعدو لانه الحيوانات المفترسة انه هاي هذا الشكل فعلا انه هو بيعمله و بحيره انه هو بفقد تركيزه فبالتالي هي عبارة عن استراتيجية للدفاع عن النفس و للبقاء انه هو طور نفسه بهذا الشكل هاي المقصود بالتطور تمام طبعا بغض النظر عن هذا الكلام انه هل هو صحيح ولا لا بس انه هاي المقصود بالتطور في هذا الكتاب لانه هاي الاشياء انه مستندة على عدة اشياء انه الان حنتعرض لها حنشوف كيف ان شاء الله تمام فبالتالي انه الابروتش انه هي مستندة على الكمبيوتشنال موديل للناتشرال سيليكشن اللي بيصير في الطبيعة الاساس طبعا الاختيار اللي بيصير في الطبيعة الاساس طبعه اللي هو الاختيار او البقاء للاقوى او الاختيار للاقوى دايما الجينات الضعيفة تختفي وبتتلاشى وما بيكون في عندها فرصة انه هي تنتقل للاجيال اللاحقة وهي الاجياء والجينات القوية هي اللي بتبقى وهي اللي بتشكل الجيل اللاحق فبالتالي هاي الفكرة في الموضوع انه هذا احنا بنسميه وهو بشكل الامبريلا اللي بيجي تحتيها الجينياتيك الغراثيا تجيز والجينياتيك البرغرامينج احنا هنركيز في المحاضره هدي على الجينياتيك الغراثام فبالتالي انه انه اما المصطلح هوو المصطلح العام واللي بدوم تحدي تريد شغلات الجينياتيك الغراثيمز κيميز والجينياتيك ....itor Rey Lightbulan طبعا التمثيل للتطور الحاصل في الطبيعة طبعا هاي الشغلات انه جاية من ثلاث شغلات من نظرية دارويل اللي تم طرحها في 1858 لاصل الانواع طبعا طبيعة الحال هذه بثيوري بغض النظر انه هذا الكلام صحيح او لا لانه فعليا انه في العديد من العلماء انه فندوا هذه النظرية لانه فيها العديد من الاخطاء في تفسير او استنباط اصل الانواع وبتظلها انه هي اصلا نظرية والعلماء لما يكون في عندهم الحاد بيكون في يعني بيصرحوا في العلم تبعهم وفي الخيال تبعهم فعشان هيك دائما انه الاشياء اللي بتكون خارجة عن ادراك الانسان دائما انه الانسان بيلجأ للخالق في تفسير اصل الخلق فبالتالي انه اصل الخلق انه يجا في الكتب السماوية انه يجاد يعني بيان عن اصل الخلق فبالتالي انه العالم لما انه هو يكون ملحد ويصرح في هاي الشغلات انه ممكن انه يطلع بالنظريات والنظريات هذه بطبيعة الحال انه هتكون خاطئة الان السميليشن للناتشورال افولوشن انه مستند على ثلاث شغلات ما هي؟ اللي هي تبعت داروين هذه رقم واحد هذه رقم واحد تمام رقم اثنين اللي هو وفينا عندي نظرية ثالثة اللي هو مندل كونسبت او الكونسبت تبع مندل للجينيتكس طبعا العالم مندل اللي هو اللي كان عايش في الدار وكان انه هو براقب نباتات البازيلا وانه بشوف انه البازيلا اذا كانت انه انه في جيل معين انه اذا كانت طويلة وهذه كانت قصيرة رح يكون الابناء انه رح يكون زي هيك فبالتالي انه هو واحد قانون الوراثة بخصوص الجينات فبالتالي انا عندي هاي الشغلة الثالثة تمام اللي هي الجينيتكس انه من مندل كونسبت تمام طبعا هاي الشغلات الثلاثة بتمثلي حاجة اسمها نيو داروينيان بردايم نيو داروينيان بردايم اللي هي الثلاث شغلات واللي الثلاث شغلات هدول احنا فعلا بنا نعملهم سموليش بنا نعملهم محاكا عشان انه نوجد حل المشاكل طبعا ليش هذا الموضوع وانا حابب انه احكي بهذا الموضوع انه باستفادة الفكرة في الموضوع هي انه فعليا دايما انه لما بدنا نحاول انه احنا يعني ندي قدرة للماشينز انه هي تتعلم او يكون في عندها ذكاء منلجأ نشوف انه ايش في انا عندي امثلة سابقة يعني على سبيل المثال من المعروف انه الذكاء موجود انه في في عقل الانسان او في دماغ الانسان ودماغ الانسان مكون من مجموعة من الشبكات العصبية فبالتالي زي ما شفنا في المحاضرة السابقة او المحاضرتين السابقات احنا حاولنا نعمل للشبكات العصبية البيولوجية وسميناها وسميناها شبكات عصبية اصطناعية بحيث انه يكون في عندها القدرة فعلا انه هي تتعلم او انه يكون في عندها قدرة الذاكرة فبالتالي دايما انه احنا بدنا نعمل يعني دايما انسان بتطلع على مثال سابق سواء كان انه هو بده يصنع سفينة او بده يصنع طائرة او بده يدي الذكاء للمشين فبالتالي انه وين مكمن الذكاء عند الانسان في عقل الانسان ذي الشبكات العصبية فبالتالي حاولنا نعمل للشبكات العصبية كذلك الحال بالنسبة للطبيعة الاستمرار في الطبيعة في نوع من انه يعني بعض الاشياء او المحددات انه بيصير فيها عندي تحسين على الاجيال باستمرار فبالتالي انه بدي انظر الاجيال هادي انه هي عبارة عن مجموعة من الحلول للمشاكل تبعتي والحلول هادي بده انه تتحسن مع مرور الوقت فهذا هو الفكرة في الموضوع انا ليش بدي استخدم الجينتيك الالغورثم لحل المشاكل يعني باختصار انا ممكن انه الخورزميات الجينية كنا نلخص لك اياها بهذا الكلام الجينية هي محاولة لمحاكاة التطور الحاصل في الطبيعة بحيث تكون هناك مجموعة من الحلول لمشكلة معه مجموعة والنع و يعني كما يحدث في الطبيعة انه سيتم سيكون هناك وهذه الحلول تتطور مع مرور الوقت و يعني كل جين من الرحول انه لغاية الوصول لافضل حل يعني ممكن نعتبره انه الحل الامثل او انه يعني حل مجدي او احنا ممكن نقوله او الحل الامثل او انه ممكن يكون يعني هنا حل حال هذه فيها خطأ افضل حل هذا ممكن يكون الحل الامثل او انه حل مجدي او انه حل يعني كافي طبعا هذا الكلام انه يعتمد على صعوبة المشكلة فبالتالي ممكن يكون انا عندي حل مجدي تمام يعني مجدي اقتصاديا او حل كافي انه انه اوصلت لدرجة هذا الحل او الحل الامثل هو افضل حل مفيش حل افضل منه على الاطلاق فبالتالي نظرة انه انا في عندي مجموعة من الحلول قد بدي اعتبرها انه العينة تبعتي تمام والحلول هادي انا بدي اطبق عليها التطور الحاصل في الطبيعة بحيث انه الحلول هادي تتطور التطور الحاصل في الطبيعة انه يعني بصير زي ما بصير في الطبيعة انه بصير فينا عندي تكاثر تمام طبعا بدي يكون فينا عندي عملية اختيار لالالانديفجولز اللي بدو انه يرح يمرروا الجينة تبعا هم للجيل القادم والحلول الضعيفة تبعا هي راح تتلاشى لبحدها تمام طبعا انا بافترض انه الحلول الجيدة لمن انه هي تتكاثر او تتزاوج يفترض انه هي تولد لحلول افضل وهذا التحسين أنه بيصير مع الأجيال لغاية لمن أصل لأفضل حل أو حل مجد أو حل كافي فهذه هي فكرة الخوارزميات الجنية هناك بعض الأخطاء الإنجلائية هنا في زي هذه هي النيو داروين فبالتالي الفكرة في الموضوع أن النيو داروين التكاثر التفرات التفرات التكاثر ثلاث شغلات التكاثر و هنا موضوع أنه إحداث طفرة والطفرة تحدث في الطبيعة الكمبيتينج ان سيليكتينج انه مين اللي راح يتم اختياره للبرودكشن فبالتالي البقالي الأقوى فبالتالي هنا فينا عندي سيليكشن ثلاث شغلات طيب نشوف تأثير كل واحدة منهم البرودكشن الريبرودكشن عفوا الريبرودكشن الريبرودكشن تبدو أن هذه خاصية أساسية في الحياة أنه فعليا أنه يصير فينا عندي استمرار في الأجيال أو استمرار في مجموعة الحلول الموجودة عندي تمام؟ وهذه الريبرودكشن تمام؟ أما اليمتشن اللي هي الطفرة هي مضمونة إن أيضة عبارة بالتالي أن الطفرات عادة تصير في البيئات اللي بيصير فيها تغيير بشكل مستمر طبعا التفرف الموضوع هنا انه يعني ممكن انا امثلك اياها ببساطة يعني على سبيل المثال انه اللي نفترض انه انه عندك ابوين والابوين هدولا انه هم اقصار في الطول فبالتالي انه عادة الابناء اللي راح ينجيبوهم راح يكونوا اقصار في الطول كذلك لكن وين الطفرة في الموضوع انه سير في انا عندي طفرة في جينات احد الاطفال او الاطفال اللي راح يتم انجابهم فبالتالي انه راح يتم انجاب طفل طويل فبالتالي انه احداث طفرة في الموضوع انا عندي انه الاباء اصلا يعني لعدة اجيال الاباء والاجداد انه هم اقصار في الطول فبالتالي الطفرة في الموضوع أنه يتم إنجاب ابن طويل القامة فبالتالي هذي يعتبر طفرة في الموضوع بهذا الشكل والطفرة في الموضوع ممكن تكون كذلك في لون الشعر ممكن تكون في لون العينين في لون البشرة في كتير من العشياء يعني هذا مثال على الأمثلة أنه في الصفات الخارجية كذلك ممكن يكون أنه في الصفات الداخلية الصفات الداخلية من ناحية القوة والأمراض الوراثية وكل هاي الأشياء اللي ممكن أنه تصير معنا تمام؟ والباور تبعت هذي نورمالي بتحدث في الطبيعة زي ما حنشوف في المثال السابق فبالتالي أنه الانواع المختلفة بيظلوا أنه هو المتدد لفينيت سبيس مش كل البوبيليشن أو الانديفجولز اللي موجودين في البوبيليشن معينة بيصير لهم بتم اختيارهم أنه يعملوا للجيل القادم في منهم أنه هما بيموتوا أو في منهم أنه هما بيتلاشوا بسبب ضعفهم زي ما حنشوف في المثال السابق طيب الآن أنه إحنا حكينا طبعا على أي أساس بيصير بيصير على أساس مصطلح بنسميه الفتنس المدى اللياقة تمام واللياقة هذه أنه إحنا ممكن نظرها أنه هي عبارة عن ميجور لا القدرة تأنتسبي تشينجز إن دا إنفارمين أنه هو عنده القدرة أنه يتكيف مع الظروف المختلفة في البيئة مع ذلك أنه أنت في عندك ممكن يعيش في بيئة معينة إذا اختلفت عليه البيئة خلاص على طول أنه هو بينتهي لكن أنه في بعض الانديفجولز أنه في عنده القدرة أنه هو ينجو في في الظروف مختلفة للبيئة تمام هذه عبارة عن ميجور يعني ميجور رقمي يعني أنه يفترض أنه يطلع لي يرجع لي سكور معين أنه والله هذا الانديفجول الفتنس تبعته 15 هذا الانديفجول أنا عندي الفتنس تبعته 20 بهذا الشكل يعني ممكن أنا أمثلك إياها بهذا الشكل أنه أنا في عندي مجموعة من البيئة لنفترض أنه في عندي بواحد بي اثنين بي ثلاثة تمام لنفترض أنه البوبيليشن تبعته مكونة من ثلاثة تمام فأنا بدي أقيس الفتنس تمام بدي أمثلها بدلا أمثل لف بي تمام طبعا فبي واحد فبي اي خلينا نسميها تمام فب واحد حكيت أنه والله يقسته فلجيت أنه الفتنس تبع هذا 13 هذا 17 فبالتالي انه الاقوى انا عندي انه برتبهم بهذا الشكل انه بي اثنين يليها بي واحد بعدها بي ثلاثة بهذا الشكل فانه هذا من الاقوى فتنس او الى الاقل فتنس بهذا الشكل فبالتالي هاي المقصود بالكوانتيتيتيف ميجور تمام طيب هل الفتنس فعلا انه راح تزيد مع الاجيال القادمة هذا هو السؤال اذا يعني في ضمان انه الفتنس راح تزيد معنا ذلك الفتنس هنا يعني يعني ممكن ان احنا نعتبر انه يعني نطلع انه قديش مقدار انه هذا الحل جيد انه بالمقدار 17 درجه هذا بالمقدار 13 درجه هاي المقصود بالفتنس انه احنا بالنسبة لقلنا يعني من ناحية evolutionary computation او من ناحية genetic algorithm بدي استخدمها في problem solving انه بدي انظر للموضوع انه الحلول هادي انه الفتنس هادي صحيح انه بتقيس مقدار لياقة الانديفجول ولكن انا بالنسبة لقللي بدي انظر انه هو عبارة عن مقياس لمدى جودة الحل فبالتالي السؤال الان انه هل فعلا انه الجيل القادم الفتنس تبعته راح تزيد اذا كان في ضمان انه الفتنس تبعته راح تزيد معنا ذلك انه انا راح اصل لحل ممتاز في النهاية لكن اذا كانت بتتزايد في اجيال وتتراقص في اجيال تانية انه بكون انا في عندي عشوائية في الموضوع فبالتالي هنا بدنا ننظر دايما للمعايير اللي بدنا بدي استخدمها لتحسين الفتنس في الجيل القادم وهنا بيجي selection فبالتالي هنا في selection انه هذا بدي استبعده وهدول اللي اللي لهم فتنس اعلى بدي اخليهم يكونوا الجيل القادم تمام يتزاوجوا ويكونوا الجيل القادم مدام ان الفتنس تبعتهم عالية اكيد راح الاجيال او البريد تبعتهم السلالة تبعتهم راح انه تكون الفتنس تبعتهم عالية وهنا في مثال مضروب هنا انه انا في عندي population of rabbits يعني عندي عينة من الارانب طبعا بطبيعة الحال الارانب في منها سريع ومنها بطيء طبعا البطء تبعه هذا بسبب انه يعني في ضعف معه انه هو بتغزاش كويس مثلا او هو انه انولد ضعيف تمام او انه مرض او انه صار في عنده مشكلة في النظر تبعه بغض النظر عن شو اللي صار معه انه هو يعني في بعض الارانب انه هي بالطبيعة يا اما بتكون بطيئة يا اما صارت بطيئة بسبب عوامل خارجية من مرض او ضعف او قلة تغذية او مشاكل صحية تمام اه الان انه طبيعة الحال المنطق بيقول انه الارانب السريعه تمام انه بيكون في عندها سوبيريور فتنس وبيكون في عندها فرصه اعلى انه هي تنجو من الثعالب من الارانب البطيئة ليش لانه الارانب البطيئة انه تعلب رح يمسكه بسهوله فبالتالي انه خلاص بينتهي بيموت من اللي ببقى بيبقى الارانب السريعه الارانب السريعه هذه مدام انه هي بقت فبالتالي انه هي بتنجو وبيكون في عندها الفرصه انه هي تعمل انه تعمل سلاله جديده انه هي تتكاثر وتعمل سلاله جديده الان اذا الارانب البطيئة انه كان في عندهم سوبيريور فتنس فبالتالي انه في انا عندي فرصه ممتازه انه الارانب البطيئة ممكن انه يديني فتنس ممتازه او حتى اعلى يعني باختصار اذا ارنب سريعه تجوز ارنب سريعه يعني الناتج يا اما راح يكون يعني رانب يعني ارنب سريع او حتى ارنب اسرع هاي الفكرة في الموضوع فهذا الجواب على هذا السؤال انه هل الفتنس انه فعلا انه راح انه تزداد باستمرار اذا احنا مستخدمين مبدأ ناتشورال سيليكشن بناء على الفتنس اكيد بطبيعة الحال انه راح تزداد باستمرار تمام بحيث انه نصل لحال ممتاز في النهاية تمام فبالتالي هنا انه بتضل يعني بتصير انه فاستر ان فاستر زي ما هو مكتوب هنا تمام عشان انه التواكب التغيرات اللي موجودة والتحديات الموجودة من البيئة انه في مواجهة التعالب في هذا الشكل طيب الان يعني فهمنا المفاهيم كل الميثود اللي احنا حكينا عنها انه ككونسبت ان احنا فهمناها الان ضايل انه احنا نرتب هذا الموضوع في الالجورثم وانه نشغل الالجورثم هذا بشكل تكراري عشان انه فعلا كل مرة انه بدي اختار مجموعة من الحلول طبعا اول مرة حاختارها شوائيا تمام بدي اختار الافضل منها وبيدي اتركها انه هي تتزاوج تمام وتعمل لي يعني سلالة جديدة من الحلول وأروح على السلالة الجديدة واخليها انه هي تتزاوج وتشكل لي حلول الجيل الثالث الجيل الثالث بدي اختار الجيل الرابع ولد الجيل الرابع والخامس ويفترض انه الفتنس انه بتزيد لغاية ما انه انه الفتنس انه يتصل لحد انه اكون راضي عنها وساعتها انه بتوقف تمام طيب فهذا الموضوع انه هو احنا ممكن انه نصيغه في جينيتيك الالغورثم تمام الجينيتيك الالغورثم طبعا الجينيتيك الالغورثم هذا اول ما تم طرحه في حديثا في الالف سنة سبعين جون هولاند انه انتروديوس تبع الالجينيتيك الالغورثم كان الغرض انه هو يخلي الكمبيوتر انه انه تسوي زي ما بيصير في الطبيعة بالضبط من انه انا في عندي بجموعة من الحلول والحلول هذه انه بدي تم اختيارها بشكل طبيعي بناء على الفتنس تبعتها واخليها انه تشكل جيل جديد من الحلول الجيل الجديد من الحلول بدي تم استبعاد الحلول الضعيفة والحلول القوية راح تشكل الجيل الثالث وهكذا فبالتالي هنا اخترح انه كروموزوم هي عبارة عن الكروموزومات الطبيعية او البيولوجية وهي عبارة عن مجموعة من سلسلة من الاحماد الامينية اللي هي عندي السلسلة المعروفة انه سلسلة معينة بتكون لي جين سلسلة تانية بترتيب تاني بتكون لي جين تاني احنا هنا بدي يكون في عنا ارتفيشال كروموزوم بدلا ما يكون في عندي احماض امينية بدي يكون في عندي هنا الجينز تبعتي هي عبارة عن صفر واحد هاي تمثيل تبعها بهذا الشكل بحيث انه احنا نقدر نمثلها على الحسب تمام فبالتالي هذا كله عبارة عن كروموزوم تمام هذا كله عبارة عن كروموزوم تمام هذا عبارة عن جين فبالتالي هذا جين هذا جين هدول كلهم كسلسلة انه بشكلوا لي مجموع يعني انه كروموزوم بهذا الشكل طبعا هذا الكلام انه موجود في الطبيعة يعني في الطبيعة انه بصير انه انه اختيار ال اللي لهم فتنس اعلى هذا الكلام بتم بشكل بديهي بدون ما احدا انه يخبر الارانب انه خلي بالكم الارانب الضعيفة انه انتو بتكون تنهوا حياة لا لحالهم انه اصلا تنتهي حياة الارانب الضعيفة والارانب القوية هي اللي بتبقى وهي اللي بتشكل الجيل الجديد فبالتالي انه هادي العملية بتتم انه بدون ما انه حدا يدخل فيها بهذا الشكل تمام فبالتالي انه ايجاد جود كروموزومس بتتم بتك يعني على العميانة ان صح التعبير تمام والجينتيك الالجوريثم بنا نخليها انه هي تسوي نفس الشيء تمام عشان احنا نعمل هاي الشغلة احنا نحل هاي الشغلة اللي هي الانكودينج والايفولوشن الايفاليووشن عفوا اوكي يبقى الجينتيك الالجوريثم بدي يقيس الفتنس تبع كل كروموزوم تمام والجوريثم انه هما انه بدنا انه نخليهم يعملوا يتكاثروا تمام عملية التكاثر تمام هادي انه انا عندي ممكن انه تعملي تمام وال اللي ممكن تصير انا عندي بصير انا في عندي حاجة يبقى هنا فينا عندي طلع حاجة جديدة انه اوبريتورس انا بدي اعرفها في الجينتيك الالجورثم انه انا استخدمها اللي هي الجينتيك اوبريتور هادي انا بستخدمها في الريبروداكشن تمام وفينا عندي اوبريتور هادي بدي استخدمها لاحداث طفرات انا عندي في الموضوع تمام خطوات الالجورثم الخطوة الاولى الخطوة الاولى الخطوة الاولى لو انا بدي احل اي مشكلة باستخدام الخورزمية الجينية هذا الكلام كتير مهم مهم جدا جدا وهد اعود اذكركم في موضوع الموضوع الموضوع في السيرش الجورثم الفكرة في الموضوع انه مش في تطبيق السيرش الجورثم لانه السيرش الجورثم الفكرة في الموضوع انه يكون عندك القدرة انتك كDI ay developer انه انت تعمل وهنا نفس الشي انه لازم انت تتمتع بمهارة انه امكانية انه انت تعمل فرميليشن لبروبلم معينة بحيث انه انت تقدر تطبق الجينيتيك الالجورثم عليها فهاي الفكرة في الموضوع فاول شغلة انه انا عيش بدي اعمل في ستيب رقم واحد انه بدي اعمل هادي اهم خطوة انه انت لازم تفكر بطريقة انه الموجودين عندك في البروبلم انه بدك تمثلهم على شكل الكروموزومات طبعا هنا لازم تثبت الطول هادي شغلة كتير مهمة طول الكروموزوم لازم تثبت الطول هنا بدي ارجع لك هنا على هايد سلايد زي ما شفنا انه هاده طول الكروموزوم عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اشرة احد عشر اتناعش اتناعش تلاتاش اربعة عشر خمستاش ستة عشر جين عندك كروموزوم مكون من ستة عشر جين لازم كل الكروموزوم انه تكون نفس الطول تمام فبالتالي هنا انت بدك تمثل البروبلم تبعتك انه على شكل مجموعة من الكروموزوم طبعا البروبلم انت بدك تطلع انه بدي ارجعلك انه للبروبلم اللي انه احنا بنتعامل معها انه كانت انه على سبيل المثال في الواقع انه احنا كنا نتعامل مع البروبلم انه على سبيل المثال تمام وانه البروبلم هاده رات ولا لفت تمام بالاضافة لانه الستاتس انه هل هو كلين ولا دارتي فبالتالي انه هادول البروبلم انه انا في البروبلم تبعتي انه حاول اعملهم تمام والخطوه الثانيه انه بدي اختار البروبلم تبعي بدي اسمي يعني على سبيل المثال انه البوبوليشن تبعتي انه العينة البوبوليشن تبعتي انه بده تكون انه هي عبارة عن عشر حلول بهذا الشكل تمام فبالتالي انه الفكرة في الموضوع انه هنا انت لما تحدد البوبوليشن ان انت بتقول انه والله انا عندي في عندي عشر حلول تمام العشر حلول هاده انه من بواحد بي اتنين لغاية بي عشرة تمام هادول بده يتم اختياط منهم عشان يكونوا الجيل الجاي يبقى هادا الجينوريشن واحد هادا الجينوريشن اتنين برضه مكون من عشر مكون مكون؟ من عشر اندي فيجول انه بي واحد بي اتنين بي تلاته لغاية بي عشرة تمام؟ طبعا البيها البيلز اللي هانه هادة مختلفة عن البيل هادا فتنس ضعيفة انه بدي استبعتها وبدي اخلي مثلا انه بي واحد عفوا بي واحد يتزاوج مع بي ثلاثة تمام وبدي مثلا بي اربعة يتزاوج مع بي سبعة وبحيث انه هما يولدوا لي انه هاي الانديفجول الجديدة بحيث انه يصير في عندي عشر حلول فبالتالي هذا برضو لازم يتثبت تمام هنا في المثال هذا احنا حطينا انه الان تبعها تساوي ثلاثة يبقى ايش لازم تثبت انت لازم تثبت طول الكروموزوم وعدد البوبوليشن عدد البوبوليشن باختصار زي ما ذكرت انه هو عبارة عن عدد الحلول اللي موجودة عندك في او عدد الكروموزوم بالاحرى عدد الحلول اللي انت موجودة عندك في العينة او في جيل معين تمام وايش كمان بدك تعرف هذا كله تعريفات ستيب واحد بدك تعرف الكروس اوفر بروبابيليتي تمام والميوتيشن بروبابيليتي تمام يبقى هنا ايش بدك تعرف مطلوب منك تعريف ثلاث شغلات رقم واحد تعريف المتغيرات تمام على شكل كروموزوم بدك انه تثبت الطول طبعها بدك تحدد الان السايز طبع البوبوليشن تمام وبدك تحدد البي سي البروبابيليتي تبعت الكروس اوفر البروبابيليتي انه القيمة تبعتها بين الزيرو والواحد عادة انه الكروس اوفر اللي هي التزاوج انه بتكون عالية مثلا عصبية مثلا ممكن تكون بوين سيفن تمام والميوتيشن بروبابيليتي بتكون ضئيلة لانه الميوتيشن او الطفرات في الطبيعة اصلا طبيعتها انه بتحدد بشكل نادر فبالتالي ممكن تكون عصبية المثال انه واحد من مية بهذا الشكل يبقى هنا الخطوة الاولى الخورزمية الجينية خليني الاخص لك اياها هنا رقم واحد التعريف ايش بدنا نعرف بدنا نعرف الشغلات هذه رقم واحد او هيا نحطها كنقات زي هيك انه تعريف متغيرات المشكلة على الشكل كروموزمات ثابتة الطول متبتك تحدد انا عندي والله اربع اربع متغيرات خمس متغيرات ثلاث متغيرات متغير واحد تمام يعد الشكل تمام يبقى هنا تبتك تعرف الكروموزمات انه بطول ثابت ايش بدك كمان بتك تعرف بتك تعرف انه حجم العينة العينة او بدي اقصد فيها هنا الجيل وهنا حاجنا بنا نربوزله بالرمز بهذا الشكل تمام وهنا يريدك تعرف احتمالية التزاوج التزاوج تزاوج بي سي تمام وعادثا انه بتكون يعني رقم كبير زي مثلا بوينت سبعة او بوينت تمانية بي سي هنا كروس اوفر تمام وكمان بدي يعرف احتمالية التفرة ايو بي ام وهنا حكينا انه ممكن تكون مقدار ضئيل مثلا واحد من الف وهنا الام هي عبارة عن ميوتيشن تمام خلصنا التعريفات ننتقل للخطوة التانية اللي هي التعريف الفتنس فونكشن كيف انا بدي اقيس لكل الكروموزومات هادي انا بدي اقيس الفتنس تبعتها لازم يكون في عندي دالة تعمل لقياس لالبرفورمانس او الفتنس لكل او لكل كروموزوم موجود انا عندي في البروبلم دومين تمام وهذا يبدو ده انت بده تصيقها كا ا ا دفلوبار انت اللي بدك تصيقها لازم تكون انه تقدر تصيقها بفعلا انه هي تعطي فمانتظر لكي انه فعلا لهذا الحل انه هو جيد ليش لانه الفتنس ومع اساسها رح يتم اختيار الكروموزومة اللي رح يتم تعمل تمام؟ يبقى الخطوة الثانية هنا برضو تعريف ولكن هنا تعريف دالة اللياقة المصح التعريف اللي نكتبها Fitness Function تمام؟ انه على اساسها راح يتم اختيار الكروموزومات للتزاوج انه على اساسها سوف يتم اختيار الكروموزومات للتزاوج تمام؟ نأتي للخطوة الثالثة طبعا انا في اول تشغيل انا عندي الكروموزومات القيم تبعتها زي الويتز اللي في النيوران نتورك ايش هي الويتز يفترض تكون اول مرة نروح نولدها بشكل عشوائي فهنا نفس الفكرة انه انا بروح معمار الاندوم في الكروموزوم انه سيستبحق انه هي حجم العينة انا قلت عندي عشر حلول عشر كروموزومات فبالتالي انه في كل جيل راح يكون عشر كروموزومات خلاص طبعا اول جيل راح يكون انه يتم توليده بشكل عشوائي تمام؟ هذا الشكل تمام؟ هنا ممكن ارخص لك هنا رقم ثلاثة توليد اول جيل بشكل عشوائي طبعا الكروموزوم انه اختار انه هي رموزنا بالرمز اكس اكس واحد اكس اثنين لغاية اكس ام وزي ما احنا اتفقنا اكس ام الخطوة الرابعة حساب الفتنس لكل فبالتالي دلت الفتنس الاف اكس او الاف اللي احنا عرفناها بدي اطبقها على كل كروموزوم هنا خطوة رقم اربعة حساب جودة كل كروموزوم فبالتالي انا عندي اكس واحد بدي يكون فيه هساب لا اكس واحد استدعاء الدل اف اكس واحد اف اكس اثنين لغاية اف اكس ان بهذا الشكل الخطوة رقم خمسة عمليات الاختيار التزاوج بعد ما حسبنا الفتنس يعني صارت الفتنس جاهزة بدي اختار اللي لهم فتنس اعلى راح يصير في لهم تزاوج فبالتالي هنا فبالتالي هنا ميتنج ميتنج تزاوج ميوتاشن طفرة تمام يبقى هنا انه ميتنج او ريبرودكشن ريبرودكشن تكاثر ميتنج تزاوج نخبطش بين المصطلحات فبالتالي انه الكروموزوم تم انه اختيارهم بناء على الفتنس بهذا الشكل فبالتالي هنا يصير انه فيه اختيار بس انه الفتنس تدخل في الموضوع هنشوف كيف الان تمام الخطوة خلينا نحكي هنا الخطوة رقم خمسة باختصار انه اختيار كروموزومات كروموزومات للتزاوج بناء على جودة جودة الكروموزومات تمام اول بالاحراء انه انا مقصود هنا في الجودة الفتنس نحكي نحكي تمام الخطوة رقم ستة صار عملية الاختيار بدي انا اعجر عملية التزاوج وتوليد جيل جديد فبالتالي هنا خطوة رقم ستة توليد جيل جديد تمام يبقى هنا نحكي وهي عبارة عن السلالة او الجيل تمام كروموزومات اللي هو الكروس اوفر والميتيشن تمام تمام توليد جيل جديد بتطبيق عمليات كروس اوفر كروس اوفر و ميتيشن تمام بنا نعمل تزاوج كروس اوفر تبادل للجينات ميتيشن احداث طفرة في الجين وفعليا التزاوج هو عبارة عن يعني تبادل للجينات فبالتالي انت لما اجيت هنا على الدنيا الجينات تبعتك جزء منها انت اخدتها من والدك وجزء الجزء التاني او النصف التاني اخدتها من والدتك فبالتالي هو فعليا عبارة عن تبادل للجينات فبالتالي الكروس اوفر هو عبارة عن تبادل للجينات واحداث طفرة يبقى هنا عن طريق انه تطبيق عمليات وهو تبادل الجينات واحداث طفرة طبعا احداث طفرة هذا يعتمد على ممكن تصير طفرة او ممكن تصير طفرة او ممكن لا تصير طفرة الوالدين حسنا 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 انه تولد انا عندي جيل جديد فبالتالي انه هنا الجيل هدا بدي احطه في جديدة تمام فبالتالي الخطوة رقم سبعة ستة توليد جيل جديد تمام هنا وضع الجيل الجديد في عينة جديدة جديدة تمام خلاص البوبوليشن هديك انه الاولى خلاص صراحة بدنا نسترد على البوبوليشن الجديدة بهذا الشكل الخطوة رقم ثمانية مدام انه انا حطيتها في جيل جديد بدي اروح لخطوة رقم خمسة بدي اروح اطبق خمسة ستة سبعة تمانية خمسة ستة سبعة تمانية خمسة ستة سبعة تمانية تمام لغاية لما انه تصير ايكوال للانيشيال سايز بهذا الشكل يعني على سبيل المثال انه حجم البوبوليشن انا عندي عشرة فبدي اكرر الخطوات خمسة ستة سبعة تمانية خمسة ستة سبعة تمانية عشر مرات عشان انه اولد عشرة من الابناء بهذا الشكل يعني هذه الخطوات لغاية الان انه لغاية تمانية احنا عملنا ابن واحد تمام انه اخترنا مين انه بديو يعمل كروس اوفر وبنان على الفتنس تمام وشفنا انه حسب الاحتمالية نطبق ميوتيشن او لا فبالتالي يصار في عندي كروموزوم جديد ابن كروموزوم جديد من الوف سبرينج اللي هو عبارة عن السلالة تبعتي الجيل الجديد وهذا الكلام انا بدي اكرره هاي الابن الثاني الثالث الرابع الخامس لغاية عشرة لو كان انا عندي البوبوليشن عشرة لو كانت خمسة خلاص بكررها خمس مرات في هذا الشكل تمام يبقى هنا الى رقم ثمانية تكرار الخطوات من خمسة الى ثمانية حتى يتم تشكيل عدد ن من الكروموزومات الجديدة الجديدة حسنا 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 انه الخطوة الخطوة رقم تسعة هي عبارة عن استبدال الخطوة رقم تسعة استبدال استبدال العين القديمة بالانيون بالانيون باختصار ببساطة شديدة الخطوة رقم تسعة ثم 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 كل الكروموزومات الجديدة في الجيل الجديد رقم تسعة استبدال الجيل الجيل الجديد هو العكس الجيل القديم بالجيل الجديد وهذه هي صنعة الحياة جيل يسلم جيل جيل يسلم جيل جيل يسلم جيل جيل ينتهي ويأتي بسلم وراء الجيل اللي بعده تمام؟ الخطوة رقم 10 بدي اكرر الخطوات من 4 ل 10 تمام؟ حتى اصل لشرط التوقف شرط التوقف ممكن يكون؟ ممكن يكون انه انا وصلت ل مثلا فتنس معينة او وصلت لحل معين انا راضي عنه بهذا الشكل تمام؟ يبقى هنا الخطوة رقم 10 تكرار الخطوات من 4 الى 9 حتى نصل لشرط التوقف انه احنا نتوقف من اعملش اي جيل جديدة انه انا خلاص الحل تبعي انه انا لقيته او وصلت ل او اي شيء من هذا القبيل تمام؟ فبالتالي نتوقف كل اتريشن احنا نسميها جنريشن ممكن انه هذه انه يعشان انا اوجد حل معينة ممكن يتراوح من خمسين الى خمسمية اتريشن او انه بعد خمسمية جيل انه انا ممكن اصل لحل تمام؟ والانتاير جنريشن ممكن انا سميه بردو كذلك في هذا الشكل تمام؟ و لانه تعتبر من المعقدة فبالتالي انه لغاية في مجموعة من الاجيال المعينة ممكن انه هي طبقه مستمر هذا الكلام سنشوفه في الرسمة تمام؟ لغاية لما يصير فينا عندي طفرة ويصير انا في عندي قفزة في الموضوع هذا الكلام انه سيوضح معاي في الرسمة دعنا نشوف كيف ننطبق الالجورثم على مثال وبعدها انه انه نشوف هذا الكلام بالرسمة طبعا هنا عشان انا اعمل للجنتيك الغرثم زي ما ذكرت انه انه انا افحص انه هل هو وصل لحد معين ولا لا تمام فبالتالي اذا انا كنت راضي على حد هذا فبالتالي انه بعمل توقف تمام اذا لا خلاص بعض الاجياء اللي هذي بعد ما مثلا يعني شغلت خمسمائة جيل وما وصلتش لحل ساعة تحب بدي اروح اعمل ريستارت للجنسي الجرسي انه هو يبدأ من اول وجديد وانه انا ابدأ يعني الجيل الجديد انا بشكل عشوائي وهكذا تمام طيب الان ناخد مثال تطبيقي على هذا الموضوع المثال احنا بدنا نطبقه فعليا على دالة دالة رياضية اللي هي عبارة عن معادلة خمسة عشر اكس ناقص اكس تربيع فعليا شكل الدالة هيو زي هيك عبارة عن قطعة مكافئة بهذا الشكل تمام اه اه طبعا الهدف من الموضوع هنا بدنا نوجد ال مهن overview للدالة هذه انه عشو هي قيمه ال اكس اللي بتخلي قيمه الدالة هذه ماكسيموم طبعا هذا الكلام انت بالنظر ممكن انت تشوفه زي هيك انه قيمه ال اكس اللي بتخلي الدالة ماكسيموم هيو موجود انت عندك هنا تمام هاي قيمه الاكس موجودة هنا يعني تقريبا سبعة او سبعة ونص بهذا الشكل طبعا لكن احنا بنخلي الالغورثم هل بيقدر انه هو يوجدها ولا لا طبعا احنا ليش اعتبرنا انه نعتبر انه هاي هي عبارة عن والنقاط انا عندي النقاط القيم هي البراميتر وهو عينة يبقى هنا البراميتر هو عبارة عن والقيمة تتراوح من صفر لغاية خمسة عشر ولتبسيط المواضيع ممكن ان احنا نعتبر انه الاكس فقط بتاخد انتجر فاليوز يعني صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني ممكن انه هي تاخد يعني ممكن تاخد فبالتالي انه بصير واحد 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 بوينت اثنين فبالتالي انه بيزداد تزداد المسألة تعقيد فبالتالي احنا للتبسيط عشان احنا نفهم يعني في اول مثال نوعنا منها نعتبر انه هي تاخد قيم انتجر تمام؟ فبالتالي الكروموزوم تبعتي ممكن انه امثلها من خلال فور جينز ليش انا مثلتها من خلال فور جينز لانا عندي اقل قيمة انا عندي قديش هي مقدارها واحد واكبر قيمة انا عندي خمسطعش خمسطعش اكم بيت انا بحتاج لتمثيلها اربع بيت اربع وحايد بهذا الشكل فبالتالي خلاص انا بقول انه انا بحتاج اربع بيت لكل الكروموزوم تبعتي فبالتالي هنا الواحد يصبح صفر 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 واحد والاثنين صفر صفر واحد صفر بهذا الشكل فبالتالي هذه قيمة وهذا تمثيله ككروموزوم بهذا الشكل ونقوله ثابت هي عبارة عن انه نقولها ثابت انه هذا من واحد لخمسة هذا من ستة لعشرة وهذا وهذا من 11 لخمسطعش بهذا الشكل تمام؟ هنا بدي احط ان انا عندي البوبوليشن ان طبعا هدول خمسة عشر نقطة هدول كل الانج تبع النقاط انا عندي هي الانج تبعه خمسة عشر نقطة بس انا قررت انه انا اثبت الان انه ستة انه مجموعة الحلول انا عندي بدي اجرب في ستة نقاط تمام؟ فبالتالي انه ستة نقاط هدول بولده بعضيهم ستة نقاط بولده بعضيهم ستة نقاط لغاية لما اصل للنقطة فعلا اللي بتجيب لي الماكسموم تبع الدالة والكروس اوفر دفعه بعضة عرفتها انه هي قم يقدرها 0.7 والبيم 1.1000 طبعه والفيتنس انه عرفنا انه هي عبارة عن الدالة نفسها سأخد امثلة ثانية في ونحن نشوف كيف انه نصيغ المعادلة لكن هذه عبارة عن معادلة رياضية عشان فقط نفهم كيف تتم تطبيق الالغورثم طيب الان الخطوة مدام ان انا عندي الفارع بالزي تعرفت والكروموزوم زي تعرفت والفتنس فانكشن تعرفت يبقى من نروح للخطوة الرابعة اللي هي حساب الفتنس فبالتالي اكس واحد احنا لدينا العينة تبعتنا 6 نقاط انه تم اختيارهم بشكل عشوائي 12-4-1-14-7-9 والتمثيل لهم كبايناري ككروموزوم بهذا الشكل السبعة هي صفر واحد 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 الاربعتاش واحد 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 صفر وهكذا الان الفتنس انه انا مجرد ان اطبق في الدالة يعني بروح باخد زي هيك يعني على سبيل المثال النقطة الاولى 12 فبالتالي انه بصير 15 ضرب 12 زائد 12 تربية بطلعنا عند القيمة هي 36 وهنا عند الاربعة اربعة واربعين واحد عند الاربعتاش واحد اربعتاش بطلع اربعتاش سبعة ستة خمسين تسعة اربعة وخمسين تمام بروح هنا بروح بحسب الفتنس ريشيو ايش الفتنس ريشيو هي عبارة عن قيمة الاربعة وخمسين على مجموحة دول كلهم تمام والخمسة وعشرين بوين سبعة هي عبارة عن ستة وخمسين على مجموحة دول كلهم بهذا الشكل فبالتالي هذه الفتنس ريشيو طبعا الفتنس ريشيو بتساعدني ان كل نقطة من النقاط هذه بناء على الفتنس تبعتها انه بدي تم تمثيلها بمساحة معينة كما سنشوف هنا بهذا الشكل تمام يبقى انا بدي اعمال عملية اختيار هنشوف الان كيف هنستخدم البروباريتي تبعت الكروس اوفر اننا نعمل عملية اختيار والاختيار بدي تكون بناء على الفتنس واضح جدا انه النقاط هذه هي بتجيب لي اعلى قيمة هي 24 في المية وهنا 25 في المية وهي عند القيمة 56 و 54 وهي فعلا عند السبعة والتسعة لو انت بطلعت هنا عند السبعة والتسعة تمام انه فعلا انه هي فعلا قريبة من هذه السبعة والتسعة قريبة جدا من اعلى قيمة عندي موجودة في الدالة اما باقي القيم انه بتاخد اقل بهذا الشكل تمام طبعا هذا الكلام انه بتم تمثيله وتم الاختيار انه في الكروس اوفر باستخدام حاجة اسمها او عجلة الحظ او عجلة الحظ او عجلة الحظ بروح باخد الفتنس تبعت الكروموزوم تقسيم الفتنس تبعت كل الجنريشن هذا 54 على مجموعة دول كلهم طلعنا عندي 24 56 على مجموعة دول كلهم طلعنا عندي 25.7 14 على مجموعة دول كلهم طلعنا عندي 6.4 فبالتالي بروح انه بمثلهم بناء على الفتنس ريشيو بهذا الشكل وبروح بمثلهم في عجلة الحظ يعني اكس واحد عبارة عن 16% هيها موجودة هنا هذه اكس واحد بهذا الشكل اكس اثنين هي عبارة عن 20% هيها اكس اثنين تمام فبالتالي انه هذه 20% نقوم بالتالي عندي 26 لاحظ انه اكس ثلاثة ستة بوينة 4 وهي اكس ثلاثة اكس ثلاثة اكس اربعة مساحتهم قليلة اكس خمسة مساحتها كبيرة تمام وهذه المنطقة هي عبارة عن اكس ستة او ممكن اكتب لك اياها بلون تاني جوه لاحظ انه اعلى مساحتين انا عندي اكس خمسة و اكس ستة الان عجلة تلحظ هذه لو انت خليتها تلف طبيعي جدا انه هي تتوقف تمام اللي عنده مساحة اكبر او بقعب الاحرى عنده فتنس اعلى احتمال انه السهم يتوقف عنده فبالتالي فعلا فرصته انه يتم اختياره في التزاوج اعلى واللي مساحته ضئيلة مثلا زي اكس ثلاثة و اكس اتنين فعلا انه مساحتهم ضئيلة وفرصهم انه يتم اختيارهم للتزاوج ضئيلة جدا جدا فبالتالي هنا فعلا انه عجلة الحظ فعليا بتسهل عليها ندخل هنا العشوائية في الموضوع ولكن العشوائية بناء على الفتنس يعني probability مع فتنس ريشيو مع بعض يعني التنين مع بعض وهذا اللي بيصير في الطبيعة ليش لانه احتمال انه الاكس ستة او الاكس خمسة ما يتم اختيارهم وهذا الاشي بيصير في الطبيعة يعني افترض انه واحد من الارانب تمام كان قاعد بيأكل جزرة ويعني وقعت على راسه حجرة فوق من سفح الجبل ومات وارد ولا مش وارد بيصير تمام والارنب اللي سرعته يعني ها متوسطة ها يعني ضبط حاله ومشي اموره انه اه هو اللي تزاوج وهو اللي عن الجيل الجديد فبالتالي هدا كلام وارد في الطبيعة ويتم تمثيله هنا من خلال الريلتويل او عجلة الحظ بس الحظ بيعتمد على انه قديش انه انه انت المساحة تبعتك او الفتنس تبعتك برضو يعني تنين سوا تمام يبقى الكروس اوفر في الاكسامبل تبعنا انه البوبوليشن احنا عنا ستة تمام فبالتالي عشان انه حنا نعمل استابلش للبوبوليشن في النيكست جنريشن فبالتالي احنا عجلة الحظ احنا هندورها ست مرات تمام بعد انه يتم اختيار زوج معين من البرانت من البرانت كروموزوم منروح منطبق عليهم الكروس اوفر الكروس اوفر ببساطة تبادل جينات شوف كيف سيتم تبادل الجينات بهذا الشكل تمام يعني انت عندك هنا تم اختيار اكس ستة مع اكس اتنين ببساطة احنا حكينا انه طول الجينات اربعة خلاص انه هذه الجينات بتيجي هنا تمام وهذه الجينات بتيجي هنا تمام تم اختيار اكس واحد واحد واكس خمسة تمام فالكروس اوفر انه برقب اخد مقطع بشكل عشوائي وهو اللي تم تبادل الجينات لاحظ انه المقطع هنا انه تم اختياره في المنتصف تمام هنا المقطع انه تم اختياره في المنطقة هاي بهذا الشكل تمام فبالتالي هذه فيها عشوائية تمام ونفس الوقت انه صار فيه تبادل الجينات انه بطريقة مختلفة بين اكس ستة واكس اتنين واكس واحد واكس خمسة اكس اتنين واكس خمسة انه مصارج فيهم كروس اوفر خلاص يعني انه زي هيك بنار على البروبابيليتي تمام فبالتالي انه الكروس اوفر اوبريتور بتم تطبيقها بشكل عشوائي تمام ايش معناه هذا الكلام انه من على سبيل المثال ما اقول من سبع من عشرة من عشرة ازواج بتم اختيارهم سبعة بيتزاوجوا وثلاثة ما بيتزاوجوش عشان هيك انه انا عندي هنا اكس واحد واكس اتنين اتزاوجوا واكس اعفوا اكس واحد واكس اتنين واكس واحد واكس خمسة تزاوجوا بينما اكس اتنين واكس خمسة لم تتم عملية التزاوج بناتهم ليش لانه احنا طبقنا على كروس اوفر بروبابيليتي بدي يكون انه بناء على بروبابيليتي معينة كمان مرة انه حكينا انه سبعون عشرة سبعة منهم راح يتزاوجوا وثلاثة مش راح يتزاوجوا هاي معنات انهم بروبابيليتي انه بوينت سابن طبعا بدي يصير في انه عندي بريك للكروموزوم في منطقة معينة برضو بدي يتم اختيارها بشكل عشوائي و بدي يتم تبادل الجينات بيناتها تمام اذا الكروموزوم هذه ما سر الهاشه كروس اوفر فبدي يتم تمريرها بدي يسرير لها كلونيك تمام و يتم تمريرها للجيل القادم حيما هي فبالتالي انه بتكون exact copy فبالتالي هنا راح يجي هنا عندي من هدول راح يجي كروموزوم جديد من هدول راح يجي كروموزوم جديد وهدول راح ينزلوا زي ما هما زي ما حنشوفة الرسمة الجاية قبل ان نطلع الجيل الجديد بدنا نجي للميوتاشن الميوتاشن فعليا هي عبارة عن طفرة تصير انا عندي في الجين فبالتالي الهدف تباحها انه تضمن انه الالغوريثم ما يقعش في حاجة اسمها اللوكل اوبتيمم اكيد مرت عليكم اللوكل اوبتيمم والغلوبل اوبتيمم يعني في مرحلة معه انه عندك على سبيل المثال انه هاي الدالة زي هيك انه عندك هاي قمة وعندك هاي قمة ثانية بهذا الشكل فبالتالي انه انه انت السيرش الجرثم ممكن انه يعطيها انه خلاص يعتبر انه هذه المكتشة مهم ليش لانه قبلها انه القيمة بتقلم وبعدها القيمة بتقل فبالقول انه خلاص بيتوصل لنتيجة انه هذه هي الماكسيموم مع انه لو مشي اكتر زي هيك ورجع طلع تعنيفة انت عنده قيمة تانية هنا انه ماكسيموم اكتر فعليا الكروس اوفر هي اللي بتضمن انه انت فعلا تخرج من اللوكال اوبتيموم انه هي تحدث طفرة بنقل الاجيال ان عندي في منطقة معينة لغاية لما انت ايش يعني فصل للجلوبال اوبتيموم ففعليا هذا الاشي احنا هنشوفه هتلاقي انه الفتنس استقرت عن منطقة معينة لمجموعة من الاجيال بعضها انه بسبب طفرة معينة صار انتقال لمنطقة تانية مختلفة هذا الكلام هيبين في رسمة انا عندي تمام؟ الميوتاشن يعني شفنا انه الكروس اوفر هو عبارة عن تبادل الجين لكن الميوتاشن ببساطة نعمل فليب بشكل عشوائي لجين معين او لبت معين من الكروموزوم تمام؟ والميوتاشن بنخلي انه نلقي ما تبعته انه ضعيلة بين الواحد من الف والواحد من مية بهذا الشكل فبالتالي انه هاي الجيلة اللي انا طلع عندي انا طلع عندي اكس ستة برايم اكس اتنين برايم اكس واحد برايم صرنا انه اخترنا انه عند هذا بده يطبق عليه ميوتاشن وهذا بده يطبق عليه ميوتاشن ببساطة انه هذا البت بده يقلبه بدل ما كان واحد صار صار صفر وهنا بدل ما كان صفر صار واحد تمام؟ فبالتالي الجيلة اللي موجودة عندي رح يتم اختياره هو عبارة عن هذا الكروموزوم وهذا هذا نتج من التزاوج تمام؟ هذا نتج من التزاوج إيش تواج ميش؟ وانك ستة واحد صفر واحد الآن بعد التزاوج شهر زر التزاوج رح يصير 1 1 0 0 وهنا X2 كان 0 1 0 0 ايش بده يصير X2 prime I طبعا رح يكون هو عبارة عن 0 1 1 0 1 بهذا الشكل ايو ركز معي 1 1 0 0 0 1 0 1 تعال بطلع هنا تمان 1 0 0 0 وهنا انا عندي 0 1 0 1 بهذا الشكل مضبوط هنا اه اه اوكي هاي هاي صفر ليش لانه هاي نزلت وهاي نزلت ويش صار انه اخذنا صفر صفر من هنا هاي يبقى 1 0 0 0 وهنا صفر واحد صفر واحد طلع عليهم هنا تمان 1 0 0 0 1 بهذا الشكل تمان وهنا اكس واحد برايم و اكس خمسة برايم انه هاي اللي تم توليدهم من تزاوج اكس واحد و اكس خمسة تمام هذا اخترنا انه يصير عليه وطلعنا عندي اكس واحد برايم و برايم وهنا اكس خمسة انه هاي اكس اثنين برايم برايم اخترناها تمام وهنا اكس خمسة بعض الشكل اكس خمسة انه هي جاية اكس اثنين و اكس خمسة هدول انه ما صارش فيهم كروس اوفر لانه حسب البروبابيليتي ما صارش كروس اوفر و بنزلوا زي ما هما بس اكس اثنين صار فيها ميوتيشن فبالتالي انه صار زي هاي فبالتالي انه عددهم هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة كروموزوم تمام نيجي للسايكل تبعت الجينتيك الالغورثيم ككل تمام يبقى هاي الجينريشن اي مثلناهم بكروموزوم حسبنا الفتنس تمام بعدها الخطوة اللي بعدها انه بناء على الفتنس انه انا بدي اروح اعمال عملية باستخدام الروليتويل تمام بطبق العمليات كروس اوفر بعد ما اطبق الكروس اوفر بطبق الميوتيشن تمام وبعدها بروح بتولد عندي الجينريشن اي زائد واحد بحسب الفتنس تمام نفس الفكرة وبروح بكرر الموضوع بروح بوديه على الروليتويل بهذا الشكل وبكرر العملية لغاية لما اصل لأفضل فتنس انا بدي اياه تمام هذه هي خطوات الجينياتيك الالغورثم باختصار اتمنى انه تكون الامور واضحة تمام ببساطة الجينياتيك الالغورثم مثل لشكل كروموزوم طولها ثابت حدد يعني اعصد ستة اعرف الفتنس فانكشن واحسب الفتنس فانكشن بعد ما يتم تحديد هاي الشغلات على طول تقدر انه انت تستخدم الروليتويل تمام عشان انت تختار انه مين بدي يصير فيه الو كروس اوفر ومين بدي يصير الو ميوتاشن تمام بتطبق الكروس اوفر والميوتاشن بتولد انت عندك جيل جديد تمام خلاص بتحسب الفتنس لالو وبتكرر العملية باستمرار لغاية شرط التوقف انه هو ما يتحققه فبالتالي انت بتتوقف عن المحاطرة المحاطرة الجاية ان شاء الله بنا ناخد تانية هي هاي الدالة انه انا في عندي هنا هنشوف كيف بنا نمثلهم تمام ويعني نتحمق اكتر في تفاصيل في تمثيل الكروموزوم وفي انه يعني كيف انه احنا بنا نعمل انه نمثلها بشكل بياني بهذا الشكل بتمنى انه تكون الخطوات تبع تلجاتك الكرثم والكونسبت الاساسي وهو هذا المهم انه كيف انه مستوحى من الطبيعة من الاشياء اللي بتصير في الطبيعة انه هي عبارة عن نظرة لانه مجموعة من الحلول بتتولد مجموعة من الحلول يفترض انه الجودة تبعتها افضل لغاية لمن اصل الحال الافضل والى المحاضرة القادمة نلقاكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا